السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم في الحلقة الحداشر من مسلسل لقلو. قبل ما تتشوفوا الحلقة لازم تعملونا ان شاء الله اشتراك ولايك وسابسكرايب. عشان يوصل لكم الحلقات الجاية. كانت الحلقة انتهت بجواز طارق ولقلو وراحوا فرنسا في شهر العسل وجالوا مكالمة لما لبسها فستان الفرح. من نهال بتقولوا ده لقلو سربت خبر جوازكم على السوشيال ميديا فتنرفز طارق وتنرفز جامد وضربها بالقلم. ولقلو انت نرفز جامد وقالت له انت بتضربني بالقلم ليه انا ما سربتش حاجة انا ما عرفش حاجة عن الموضوع ده. وانت ازاي تضربني بغير ما تسألني. انت مش واسق فيها ولا ايه? وقالت له انا هزنزل مصر حالا دلوقتي قال لها يا لقلو مش احنا اتفقنا ان احنا تكون جوازنا في السر. ليه سربت الخبر بتاع جوازنا? قالت له انا والله ما عرفش حاجة عن الموضوع ده. ونزلوا مصر فعلا في طائرة خاصة وكانوا متخصمين مع بعض. ونزلوا القاهرة عشان يحلوا الموضوع ده. بعد ما طارق ضربها بالقلم. ولقلو زعلت جامد جدا. ويا ريت تعمل لايك عشان تيجي لك كل الحلقات الحصرية وقبل ما تبدأ الحلقات. بعد كده لقلو رحت لمجدي وبتحكيله وتكون شكة فيه انه هو اللي سرب القبر مجدي بيحلف لها انه ما عملش كده ويزعل منها جامد. ولكن بيقول لها شو فيه مين اللي سرب القبر اكيد حد قريب منك قوي. وبدأي لما حالة مروى ان هي اللي عملت كده ولقلو بتواجه مروى. وبتدفع عنها في الاول وامرها ما تعمل كده في اللحظة دي مروى داخلت عليهم. ولقلو بتواجهها انت اللي عملت كده يا مروى والله انا كنت بقى تصور بقى مصوراك عادي في الفرح ورفعت الصورة على السوشيال ميديا وعلى النت. مكنت فيش عارف انها هتعمل كده. والله ما كنت اقصد انت يا لقلو. لكن لقلو بتكون حزينة وبتزعق في معمره وتقول لها انت من النهاردة مش تقعد معي تاني. كاميليا بتطلع عن مصرح وبتغني وجمهور بيكون قليل وبعد ما تخلص الجمهور ما بيكونش مبسوط وبتنزل من على المصرح حزينة وبتقعد مع جوزها وتبدأ تشكيله يا لقلو خارج كل جمهورها وكمان تمانية في مية من شغلها جوزها بيزعق فيها ويقول لها يا لقلو يا دي لقلو اللي دمرت كل حياتك انت مركش غير لقلو يا ريت تشوف نفسك يا كاميليا وتنسي لقلو خالص وترجعها حسن من الاول بكتير سيد بيكلم لقلو تاني وبيقول لها اجيلك البيت عشان انا عايز منك فلوس وبيروح لها البيت فعلا وميبدأ يضايقها ولقلو بتكون مضايقة جدا وتفتكر كل حاجة عملها فيها وبتقول له انا مستعدة دي كل اللي انت عاوزه بس بتقول لي امي فين وبالفعل بياخد منها فلوس ولكن مش بيرضى يقول لها امها فين وبتقول له يا ريت ما توردينيش وشك تاني الا لما تقول لي طريق امي فين وبتطرده من البيت وبتقول له ما تشوفش وشك تاني غير لما تقول لي لق ماما فين طارق بيروح ويتخانق مع داليا عشان عرفت ان نتجوز لقلو وكانت نرفز جامد واضربها بالقلم وقال لها لو مش عجبك الباب يفوت جمل وبيسيبها ويطلع لمالك ابنه بيقعد معاه بعد كده طارق بيروح للقلو عشان يعتذر لها طارق بيروح للقلو عشان يعتذر لها بعد ما عارف ان مروه هي اللي صربت الخبر لكن لقلو مش بتقبل تظاهره بتقول له يا ريت طلقني وتشيل موضوعك جوزة من دماغك ودي كانت باختصار احداث الحلقة الحداشرة من المسلسة اللقلو استنونا في الحلقات الجاي وردت دعمونا باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان اتصلكم كل الحلقات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة